شابو لك يا آية بجأت برابو عليك جدا اتجوزتي وخلفتي كنتي محققة بطولات وحاجات حلوة جدا بس قررت ان انت تقفي شوية عشان بيتك وعشان ولادك ورجعت مرة تانية يعني فانا مبسوطة بك وفخورة بك جدا احكيلي بقى يعني بعد ما اتجوزتي يعني احنا عارفين طبعا بطولاتك في الاول فخلينا نتكلم بقى بعد الجواز ايه اللي حصل الفكرة ان بعد الجواز انا بعيدت خالص عن الرياضة كنت طبعا لسه خارجين من صورة وكان عندي مشكلة مع الحجاب والسباحة ومشكل تانية كتير فقررت ان انا خلاص هبعد عن الرياضة خالص وهتجوز وعيش حياة سلمة امنة بعيدا زي اي ستة او اي بنت عايزة تتجوز ففعلا اتجوزتي على طول بعد لندن مفيش بستة السبع شجور تقريبا ومفيش حامل وجي يونس الحمد لله وبعدين قلت خلاص انا عايزة ابعد بس فوق انا حامل في الشهر السابع والدي والدتي قالوا لي لا انت مش عينفعت بعادي عن الرياضة انت لازم بيكون لكي بصمة في الرياضة يعني حرام بعد عشرين سنة تبعادي كده موار رواعي فكرروا انهم يزقوني في انتخابات نادي الشمس كنت كعضو مجلس ادارة تحت السن اوكي فسايتها انكوش عاملة دعاية ومعاملش اي حاجة خالص فانا كنت حامل مركزة واصلا دخلها لأي انا مش مقتنع فسايتها دخلت وخدت على الأصوات فعلا جوزك با كان بادعمك عشان بس نقول للناس هو اللي فيه رجالة على فكرة ان هيك تقولي جوزي كان وايف جنبي جدا كان سابورت ليا جدا وهو من غيره وهو اللي كان معي وهو اللي دخلني للانتخابات قال لي لأ تعالين نجرب احنا مش خسرين حاجة وفعلا دخلت وكنا حوالي مفوضة عشر تلاف صوت انا خدت منهم سبعة تلاف ونص صوت فاللي هو انا ما عملتش دعاية ما عملتش حاجة وصايتها جوزي ما كانش يعرف ان انا بطلة عالم وخميس ما كانش يعرف التفاصيل اللي انا كنت بعملها فقال لي لأ واضح ان ليك شعبية وليك أرضية وان الناس محتاجينك في المكان ده يعني الناس لو ما كانتش عايزة حدا بي فهم رياضة ما كانوش رشحوكي صح ففعلا شوية ما فيش كملت مثلا نص سانة كنت لسه بقى ولدت يعني ولدت يونس وقعدت شوية بكية رئيس التحدي داياته بيكلمني بيقول لي احنا عايزينك في التمرين رئيس التحدي الخميسي احنا شايفينك لازم تمرني ولازم تفضي خبرتك للأجيال اللي جاية في الخميسي فنزلت فعلا التمرين شوية بعد كده حسيت ان هو لا انا فعلا بقولهم كل حاجة وان انا مش بعيدة عن الملعب وانا لسه عادي شوية انا عايزة كمل تاني فساعتها روحت فعلا مع مشواند الشريف العريان قلت له تفتكر ان اقدر ارجع تاني ففعلا اداني امثال لأبطال كتير اعتزلوا عامروا عمليات ورجعوا تاني وقال لي احنا مش خسرانين حاجة فعلا نهاية 2015 كان في البطالة الافريقية المؤهلة لأولمفيات ريو دي كت في تونس لا دي تونس دي ده سلاح ده لسه فكرة جاية بس كان ساعتها كانت في مصر كان خميسي لسه لسه مارجع انت كل ده في الخميسي كنت خميسي فروحت تلاعي تمركز تاني كنت مشي اول مع عدل جاري انا كنت والدة كيساري فالجاري بالنسبة لي ما كملتش 86 شهور فالموضو كان ساعة والخميسي تكيل الخميسي مش سهل جاري وزباحة ورماية فروسية وسلاح في يوم واحد وكيساري كانش نافع خالص فطلعت ساعتها مركز تاني وانا كنت الاحتياطي بتاع هايدي لتأهلت بس فكرة برضو برافو حاجة حلوة جدا على فكرة هم كانوا وقاليني لا العبي انتي بس عشان كريلك احنا هنسيبك هنما أربعة بس مصريني اللي بيخشوا في الفريق فقاليني لا خشي وإحنا يعني بس أنا كنت عارفة من الخلفية هم مش معتمدين علي قصلا خالص وعارفين كنت متوقع ان انت توصل للمركز التاني ولا ما كنتش حتى في دمائرك قوي لا كنت متوقع ان اتأهل ان انا كنت هطلع اول ان انا فعلا كان الفارق الجاب ما بيني وبيني التاني كان فارق كبير جدا والسلولة الجاري كانت الارض رملة زي البحر كي زي الشط فالارض كانت صعبة علي وكتبش مساعدك او بعد الوليلة طيب